أحياناً الرد يعني رد لازم تصوم طب ليه لازم أصوم في حكمة أكيد إحنا فاهمينها وأكيد في حكمة لا يعلمها إلا الله لكن إحنا بنكتهد بنحاول نفهم الحكمة وراء هذه الفرائد اللي بكل تأكيد بنحاول أن إحنا نؤديها على أكمل وجه لأن دي فرائد والصيام تحديداً ركن من أركان الإسلام لكن يجب أن أقرب برضو الفكرة للطفل عشان يقدر هو بيصوم يبقى فاهم وعارف ومتحفز زي مش متحفز عفواً يبقى عنده حب عنده إخبار على العبادة بالضبط عنده حافز أنه يصوم وأنه يعملها بحب وبتقرب إلى الله وبنيت التقرب إلى الله تمام هنا إحنا يعني الكلام الدارج نقول إيه عشان نشعر بالفقراء حتى تشعر بالفقير وحاجة الفقير ما ممكن يقول طيب أنا الفقير أعطيه مال ممكن الفقير أطعمه وخلاص أنا كده أنا كنت جعان وهو جعان خلاص أنا أعطيه مال وهاكل أحنا قبل ما نغرس فيه حب الفقراء نقول له أن تحب الله عز وجل لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك والصيام ده خير والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال وأن تصوم خير لكم أنت ده يا ابن خير وده كويس وبعدين يوم القيامة هتدعى من باب اسم باب الريان بيدخل منه الصائمين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة ربنا هيحبك وربنا هيرضى عنك أنا أغرس فيه التعلق بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ده أمر ربنا بيحبه وإحنا لازم نحب إلي ربنا يحبه لازم نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى دي كلها أمور لازم أغرسها في نفس الطفل بناءً عليه إذا أنا نجحت كولية أمر إن أغرس في نفس ابني أو بنتي حب الصيام هو من تلقاء نفسه هلاقي ابني أنا عايز أصوم زيك أنا عايز أحمس نفسه هو عايز يقلد أبوه أمه هو شايفه في البيت يعني هنا فكرة مهمة جداً التقليد مهم ولكن إحنا عايزينه يقلد بفهم مش يقلد لعشان إحنا مساكنا كلنا عن الطعام خلاص أنا كمان همسك عن الطعام لا أنتوا مسكين لي عن الطعام ما بتاكلش ليه عشان ربنا أمرنا بكده عشان نكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي هيطلبه أنا عايز كمان نربطه بأمر مهم جداً علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ولتصائم عند فطره دعوة مستجابة أمال الأطفال يعني أنا أمنية ابني لعبة أمنية ابني أن يزداد المال معه في المصروف أو غيره هو ده أمال الطفل فإذا طلب شيء هنا واجب مهم جداً على الوالدة تتصل على والدي يا فلان ابنك صام اليوم وبيسأل ربنا يا رب أن يجيب لعبة كذا هتهاله وانت جاي فلما يجيبها هو جاي دي محافظ الأم تقول له شوف ربنا استجاب لك واجعل والدك سبب من الأسباب أن يشتري لك اللعبة دي هنا يغرس في حب ربنا سبحانه وتعالى شوف حضرتك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ غلام صغير طفل صغير من أطفال الصحابة الكرام رضي الله عنه اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي سيدنا ربيعة ده كان حكاية كبيرة مع سيدنا النبي حتى سيدنا ربيعة كان يعني يناول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وغير فسيدنا النبي بيكافئ وبيقول له يا ربيعة سألني أنا أريد أن أكافئك أنت طفل صغير وأرى منك النجاب والذكاء والحب سألني فسيدنا ربيعة سكت قال له أي سؤال يعني أسأل أي حاجة قال أسأل يا ربيعة فسيدنا ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أنا عايز أكون معاك في الجنة فسيدنا النبي قال له أعني على نفسك بكثرة استجود يعني تدرب 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 حتى تحب الصلاة فبالتالي تدرب حتى تحب الصيام حتى تحب العبادات